كيف كان يدرس الشيخ؟ كيف كان يدرس؟ كيف طلب العلم؟ طلب العلم نعم والله طلبه للعلم هو من شيوخه والده والده نعم نعم من شيوخه والده وهو كان كما هو ذكر لي من أخباره الشيء الكثير كان من كبار علمائهم أيضاً وهذا الولد رباه وعلمه رأيت فكان والده كبار علمائهم فدرس على والده درس ما عنده من العلوم ما كان عنده ما كان يعرفه أبوه من العلوم نعم بإجمال مثل الألفية مثل الألفية نعم نعم رأيت فدعوا يعرفون هذا العلوم والشرعية اللهم إلا ما كان من علم الحديث رواية والدراية وإلا ما كان من علم أقيدة أهل السنة والجماعة فهذا ليس عندهم لما كان عنده أحمد حظ صحيح وحتى قديباً في بلادهم علم الحديث كان من يعرفه قليلاً جداً كان الذي يعرفه منه من علمائهم قليلاً وإن كان قد يوجد لكن قديب لكن هذا غالب لا يعرفه غالبه ما يعرفه من الحديثه وكذلك العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تجدوا قد فقط هم على عقيدة هذه العقيدة والغالب هو أنهم أشعريون فالشيخ على كل هذا درس على على والدي وأخذ هذه العلوم نعم رأيت ولذلك قديماً كان علمائهم يخرجون إلى الشرق المشرق المشرق لإلم الحديث وكذا المشرق بلاد العربي في الشرق كانوا يخرجون كثيراً رأيت كما قال حبيب الله مما يابع الجكنيش القيطي إنني سرت في أواني اغترابي للحديث النبي سيراً حثيثاً يسير بهذا إلى أنه اغتراباً لعلم الحديث ما كان هناك ما طلبه هناك أو ما وجده هكذا رأيت وهكذا العقيدة ولذلك يغلب عليهم التمشعر والشيخ هذا الشيخ هذا أحمد هو ليس له علم الحديث ريوة ودلاة لكنه يحفظ كثيراً منه أيضاً لكما دون معرفة بدون معرفة بدرجة الحديث ولذلك تجده قد يستدل بحديث ضعيف كما حصل هذا الذي معه كثيراً في بعض دروسي معي رأيت فلكنه يحفظ 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 تجده محفوظات كثيرة من الأحاديث صحيحها وضعيفها وموضوعها كل ماشد كله عنده لكن ليس لم يحررها رأيت يحفظوا من الشعر يحفظوا من الشعر نعم يحفظوا من الشعر نعم كما أنهم يحفظون العلوم أو المتون نعم أو المتون فهذا يحفظون الأشعار يحفظوا من الشعر وأنه يحفظوا من الشعر للاحتجاج بها مثل المعلقات ودوان غيلان ذرنبو ومع أشواء ذلك فإنهم يحفظوا من هذه الأشعر خفظا عند قراءتهم وطلبهم لهذه الأشعار كعلى أنها متون في علم متن اللغة في علم يسمى علم متن اللغة إذن فيحفظونه رأيت يحفظونه ويشرح يشرح له وحاكبه فكل ما يقرؤونه يحفظونه فما بالك بالشعر الشعر سهلت الحفظ أكثر من النثرة فهم يحفظون النثرة فأطلب الشعر كان الشيخ أحمد يحفظ مختصر خليل وكان يعمل أن يحفظنا على حفظه فلا تدد وحفظه وكان يحفظ مختصر خليل رأيته وزيادة 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 فلذلك في شغل المختصر تجد له استطرادات كثيرة استطرادات هي استطرادات يقصد أن تكون هذه الاستطرادات فوائدا لمثلا فأتي ب خط يأتي ببعض المسائل العقادية ليسا جيدة كما سبق نشرنا رأيته فالحفظ يرون أن الحفظ منهج في طلب العلم منهج حفظ المتون وحفظ المعلومات احفظ فكل حافظ أيها هذا منهج للطلب العلم فعلى هذا الدرجه فلذلك يكون حفظهم كثيرا وهم يحفظون في وقت في وقت الطلب للعلم وهم صغار مثلا ويقبرون به هكذا يقبرون به يقبرون به هكذا يحفظوا من الصغر إلى الخضر لا توقف عنهج يعني عند الطلب العلمي لم يبدأون الطلب العلم مبكرا نعم وهم صغار ويحفظون وحاكرا رأيته إن شاء الله فلذلك محصولاتهم في العلوم أو عند الشارع المتون كثيرة جدا بك سؤال أخرى